توجه مجلس الأمناء الحوار الوطني بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح أسيسي لحرصه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولا وازدخرا كما ثمن مجلس الأمناء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أما مجلس النواب لاعتماد برنامج الحكومة على توصيات جلسات الحوار الوطني ما يؤكد حرص الحكومة على عملية الإصلاح الشاملة التي تتحقق أو التي تحقق الاستقرار على المدى الأطول والتي من شانها أيضا المساهمة في جهود التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية